أكد وزير الخارجي الفلسطيني رياض المالكي الذي يزور بغداد تشكيل لجنة وزارية مشتركة مع العراق لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل وتعميق العلاقات الثنائية بما يغطي مجالات عديدة المالكي وخلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري قال إن القوات العراقية خاضت معركة مع الإرهاب نيابة عن الدول العربية والإسلامية في حين أكد الجعفري من جانبه القضية الفلسطينية ثابت وطني لبلاده إضافة إلى أنها تعد ثابتاً إقليمياً وعالمياً للدول المحبة للسلام